ترجمة نانسي قنقر بعد أن تحدثنا أعزائي الطلاب في درسنا السابق عن دائرة التوالي الكهربائية اليوم بإذن الله سنتعرف على دائرة التوازي الكهربائية وفي نهاية درسنا بإذن الله سوف نكون قادرين على وصف دائرة التوازي الكهربائية وحساب كل من التيار والمقاومة في دائرة التوازي أيضا في النهاية سوف نقوم بالمقارنة ما بين كل من دائرة التوالي والتوازي عندما تحدثنا عن دائرة التوالي أعزائي الطلاب ذكرنا هذا النموذج الذي يعد نموذج لوصف ماذا؟ لوصف الدائرة الكهربائية وهي عبارة عن صورة لشلال من الماء كما قلنا أن هذه المياه تكتسب أو لديها طاقة وضع بسبب الارتفاع تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركية فينتج عنها تدفق هذه المياه وهذا مشابه لما يحدث في الدائرة الكهربائية فتدفق الشحنات بسبب فرق الجهد الكهربائي وهو مشابه لطاقة الوضع بالنسبة للماء هنا كمية ثابتة من أعلى الشلال إلى أسفل الشلال فكمية المياه هنا ثابتة ومحفوظة كذلك بالنسبة للشحنات الكهربائية في الدائرة الكهربائية أيضا تحدثنا عن بعض ما يعيق هذه المياه هو يؤدي إلى تفرع هذه المياه أو إلى التقليل من تدفق هذه المياه هذا مشابه للمقاومة في الدائرة الكهربائية تحدثنا عن تفرع هذه المياه لا يعيق ولا يؤثر على كمية المياه كذلك في الدائرة الكهربائية تفرع التيار لا يؤثر على مقدار الشحنة الكلية في الدائرة الكهربائية وعندما أخذنا هذه الصورة وتسألنا في حينها عن ماذا لو قمنا بإقلاق هذه الدائرة الكهربائية هل ستكون شدة الإضاءة لهذه المصابيح بنفس المقدار فالإجابة أن لهما نفس شدة الإضاءة لماذا لأنه عندما قمنا بقياس شدة التيار عند أي نقطة في هذه الدائرة وجد أن لها نفس شدة التيار إذا لها نفس المقدار فالتيار هنا في هذه الدائرة يسري ويتحرك في مسار واحد وهو عكس ما سوف نتحدث عنه بإذن الله في درسنا لهذا اليوم إذن عندما تحدثنا عن دائرة التوالي ذكرنا أن التيار يتدفق في مسار واحد وشدة التيار ثابتة عند أي نقطة والمقاومة هنا تجمع جمعا عاديا فالمقاومة المكافئة بالنسبة لعدة مقاومات متصلة على التوالي دائما تكون أعلى من قيمة أي مقاومة وهذا أيضا عكس ما سوف نتحدث عنه اليوم بإذن الله في دائرة التوازي وفي النهاية سوف نقوم بالمقارنة ما بين هذين النوعين من التوصيل إذن عرفنا دائرة التوالي بأنها ماذا الدائرة التي يمر في كل جزء من أجزائها التيار نفسه إذن شدة التيار هنا ثابتة طبعا فرق الجهد هنا يعتمد بما أن شدة التيار ثابتة إذن فرق الجهد عند طرف أي مقاومة يعتمد على مقدار المقاومة لهذا المصباحة أو لهذه المقاومة أما بالنسبة لدرسنا اليوم سوف نتحدث عن ماذا طريقة أخرى في التوصيل وفي هذه الطريقة أعزاء الطلاب هنا يحدث تفرع للتيار الكهربائي أو توزع للتيار الكهربائي على عدة مقاومات فنلاحظ هنا أن هذه المقاومات موصلة بالطريقة هذه الطريقة تسمى طريقة التوازي إذن هذه الطريقة هي تسمى ماذا طريقة التوازي يحدث هناك تفرع للتيار يحدث هناك تفرع للتيار إذن دائرة التوازي هي الدائرة التي تحتوي على ماذا على مسارات ماذا متعددة للتيار الكهربائي إذن هنا التيار الكهربائي مختلف عن ماذا عن دائرة التوالي كما ذكرنا دائرة التوالي التيار شدة التيار ثابتة عند أي نقطة لأنه يتحرك في نفس المسار هنا سوف يتوزع التيار طبعا فرق الجهد سوف يكون ثابت عند طرفي أي مقاومة من هذه المقاومات ويساوي فرق الجهد للمصدر بينما شدة التيار لهذا المصدر سوف تتوزع على كل مقاومة وسوف يمر من كل مقاومة بناء على مقدار تلك المقاومة فكما نعلم أن شدة التيار والمقاومة تتناسب تناسب ماذا عكسي إذن دائرة التوازي أعزاء الطلاب هي دائرة تحتوي على مسارات متعددة يتوزع من خلالها ماذا التيار الكهربائي هنا نلاحظ لو حدث تلف لأي من هذه المصابيح فإن التيار الكهربائي أيضا سوف يمر للمصابيح الأخرى إذن هنا تلف أحد المقاومات لا يؤثر على المقاومات الأخرى سوف يمر فيها التيار الكهربائي وهذه من أحد الخصائص التي تميز هذا النوع من التوصيل وهي دائرة التوازي بعكس دائرة التوالي هنا تلف بالنسبة لدائرة التوالي أعزاء الطلاب تلف أي مقاومة من المقاومات يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي أما دائرة التوازي لو حدث هناك تلف لأحد هذه المصابيح أو هذه المقاومات فإن ماذا فإن التيار الكهربائي أيضا سوف يمر إلى المقاومات أو إلى المصابيح الأخرى إذن هي دائرة تحتوي على مسارات متعددة للتيار الكهربائي إذن التيار الكهربائي سوف يتوزع على هذه المقاومات فرق الجهد سوف يكون ثابت بعكس دائرات التوالي أما بالنسبة للمقاومة لو أردنا حساب المقاومة المكافئة لعدة مقاومات متصلة على التوالي هنا طريقة جمع المقاومات سوف تكون مختلفة عما أخذناه في دائرة التوالي فهنا مقلوب المقاومة المكافئة يساوي مجموع مقلوب المقاومات المفردة إذن مقلوب المقاومة المكافئة يساوي مجموع مقلوب المقاومات بهذه الطريق فنلاحظ هنا عند الحساب بهذه الطريقة كل ما زاد عدد المقاومات سوف يقل مقدار المقاومة المكافئة لأننا في النهاية نأخذ مقلوب هذا الناتج وهو واحد على R في النهاية سوف نأخذ المقلوب لإيجاد مقدار R فهنا المقاومة المكافئة سوف تكون وهذا ما سوف نستنتجه من خلال المسألة التطبيقية على هذا القانون المقاومة المكافئة في النهاية عندما نقوم بحسابها سوف تكون أقل من مقدار أي من هذه المقاومات وهذا بعكس مقاومات المتصلة على التوالي إذن هنا المقاومة المكافئة سوف تكون أقل فإذا قلت المقاومة المكافئة هذا يعني زيادة في مقدار التيار لأننا عزائي الطلاب درسنا المقاومة الكهربائية وعلاقتها بالتيار فالعلاقة بين المقاومة والتيار علاقة ماذا؟ علاقة عكسية فإذا قلت المقاومة هنا سوف يزيد التيار الكهربائي في هذه المقاومة ولو كانت هذه المقاومات عبارة عن مصابيح سوف نلاحظ هذا الأثر على شدة الإضاءة لهذه المصابيح بعكس دائرات التوالي أما بالنسبة للتيار الكهربائي كما ذكرنا أعزائي الطلاب هنا التيار الكهربائي سوف يتفرع ويتوزع على هذه المقاومات فرق الجهد في دائرة التوازي أعزائي الطلاب متساود فلدينا من خلال قانون أو علاقة أوم ما هي العلاقة؟ العلاقة R تساوي فرق الجهد مقسوما على شدة التيار عند ثبات فرق الجهد لدينا ماذا؟ المقاومة ولدينا شدة التيار فإذا كان الفرق الجهد ثابت فهنا سوف يتوزع التيار بناء على مقدار المقاومة بناء على مقدار ماذا؟ المقاومة إذن التيار الكهربائي في الدائرة سوف يتوزع ويكون المجموع الكل للتيار يساوي مجموع التيارات المار بهذه المقاومات الفرعية ولو أردنا حساب التيار المار في الدائرة بشكل عام فهو يساوي فرق الجهد للمصدر مقسوما على ماذا؟ مقسوما على المقاومة المكافئة لهذه المقاومات ولو أردنا حساب التيار المار في أحد هذه المقاومات فإننا نقوم بقسمة فرق الجهد وثابت في الدائرة مقسوما على مقدار تلك المقاومة سوف تتضح بإذن الله هذه الأمور وهذه القوانين بشكل أكبر وبشكل أوضح من خلال المسألة التي سوف نقوم بالتطبيق عليه لدينا هذا السؤال عزائي الطلاب الدائرة التي تحوي على مسارات متعددة للثيار الكهربائي تسمى دائرة ماذا؟ ماذا نسميها؟ نسميها ماذا؟ نسميها دائرة توازي لأنها تحتوي على مسارات متعددة للثيار الكهربائي سؤال آخر المقاومة المكافئة لمجموع مقاومات موصلة على التوازي تحسب بالعلاقة الرياضية ما هي العلاقة الرياضية؟ هل هي جمع عادي مثل دائرة التوالي؟ طبعا لا الإجابة بهذا الشكل سوف يكون مقلوب ماذا؟ المقاومة المكافئة يساوي مجموع مقلوب هذه المقاومات مفردة يحسب التيار الكهربائي عزي الطلاب المار في مقاومات موصلة على التوازي المكافئة لدينا هذه المسألة الحسابية ومن خلالها بإذن الله سوف تكون الأمور أكثر وضوحا لدينا في هذه المسألة عزي الطلاب وصلت المقاومات الثلاثة أعطاني ثلاث مقاومات طبعا عشرين ماذا؟ عشرين أوم وثلاثين وأيضا ستين ماذا؟ أوم على التوازي إذن وضح لنا طريقة التوازي حتى لو لم يعطينا هذا الرسم التوظيحي للدائرة فهو ذكر لنا نوع التوصيل وهو التوازي ببطارية جهدها تسعين فوت أحسب مقدار أولا يريد مقدار التيار المار في كل فرع من هذه الدواء إذن بالنسبة للمطلوب الأول يريد التيار المار في كل فرع أو في كل مقاومة إذن التيار المار في كل مقاومة سوف نرمز للمقاومة الأولى بالرمز ماذا؟ R R ماذا؟ RA والتيار المار فيها سوف يكون IA إذن IA يساوي فرق الجهد مقسوما على مقدار تلك المقاومة التي رمزنا لها بالرمز ماذا؟ A طبعا هنا سوف نختار أحد هذه المقاومات التي تمثل المقاومة A واخترنا ماذا؟ ستين يمثل المقاومة A إذن تسعين تقسيم ستين طبعا هنا تسعين هي فرق الجهد وهي ثابت في الدائرة عندما نقوم بإجراء العملية الحسابية ويساوي واحد ونصف ماذا؟ أمبير إذن هذا التيار المار في ماذا؟ في المقاومة الأولى وهي ستين ماذا؟ بالنسبة للمقاومة الثانية بنفس الطريقة تسعين تقسيم ثلاثين إذن تسعين تقسيم ماذا؟ ثلاثين وهي المقاومة الثانية فيكون الناتج مقداره ثلاثة أمبير كذلك المقاومة الثالثة نلاحظ هنا فرق الجهد ثابت تسعين فرق الجهد في الدائرة ثابت الاختلاف في مقدار المقاومة وسوف يكون لاختلاف المقاومة دور أو ماذا؟ عامل في مقدار مرور التيار الكهرباء نلاحظ كما تلاحظون كل ما زاد مقدار المقاومة قل مقدار التيار إذن هذا مجموع ماذا؟ أو هذا هو التيار المار في كل فرع أو في كل مقاومة إذن هذا بالنسبة للمطلوب الأول المطلوب الثاني عزائي الطلاب المقاومة المكافئة طبعاً أعطانا نوع التوصيل الآن سوف نستخدم طريقة الجمع بالنسبة لدائرة ماذا؟ دائرة على التوازي مقلوب المقاومة المكافئة يساوي ماذا؟ مقلوب المقاومة الأولى زائد مقلوب المقاومة الثانية B زائداً مقلوب المقاومة الثالثة ونقوم بالتعويض مباشرة بعد أن حددنا كل مقاومة من هذه المقاومات فيكون الناتج طبعا بعد توحيد المقامات 12 على 120 هذا هو مقدار 1 على R إذن 1 على R يساوي 12 على 120 نحن لا نريد 1 على R نحن نريد ماذا R فماذا نعمل نقوم بقلب ماذا الطرفين فيصبح R مقداره ماذا 120 على 12 طبعا بإجراء هذه العملية الحسابية نجد أن المقاومة المكافئة سوف يكون مقدارها 10 إذن نلاحظ هنا أعزائي الطلاب أن المقاومة المكافئة مقدارها 10 وهي أقل من أي مقاومة من هذه المقاومات نلاحظ المقاومات هي 60 30 20 المقاومة المكافئة هي ماذا 10 فنلاحظ أن المقاومة المكافئة تكون ماذا أقل وعندما تكون المقاومة المكافئة أقل هنا سوف تسمح بمرور تيار أكبر لذلك سوف تكون لو كانت هذه المقاومة عبارة عن مصابيح سوف تكون شدة الإضاءة لهذه المصابيح أكبر إذن هذا بالنسبة للمطلوب وهي المقاومة المكافئة للدائرة بالنسبة للتيار المار في الدائرة يريد التيار المار في الدائرة لدينا طريقتين نحن نعلم أن التيار هنا سوف يتوزع على كل مقاومة من هذه المقاومات فالطريقة إما أننا نقوم بجمع هذه التيارات المتفرعة في كل مقاومة لو نحسبها سوف نجد أن مقدارها معين يمثل مقدار التيار الكل المار في الدائرة أو أننا نقوم بحسابها من خلال قانون أم قانون أم A يساوي F على R هنا ثابت وهي فرق الجهد للبطارية أو للمصدر 90 فولت R هنا المقاومة المكافئة التي أوجدناها مقدارها 10 أم فبالتعويض 90 على 10 يكون 9 هنا نفس الطريقة لو قمنا بجمع هذه التيارات لهذه المسارات المتفرعة سوف أيضا نجد أن مقدارها 9 نفس المقدار إذن بالنسبة لهذه المسألة أوجدنا التيار المار في كل فرق والتيار المار في كل فرق يساوي مجموع التيار المار في الدائرة أيضا أوجدنا المقاومة المكافئة ووجدنا أن مقدار المقاومة المكافئة أقل من أي من هذه المقاومات طيب لدينا هذا السؤال عزائي الطلاب ثبات جهد المصدر في دائرة التوازي وإضافة مقاومات للدائرة يؤدي إلى ماذا إذا أضفنا مقاومات يؤدي إلى ماذا هل يؤدي إلى زيادة التيار في الدائرة أم يؤدي إلى نقصان المقاومة المكافئة أم جميع ما ذكر إذا زدنا من المقاومة أعزائي الطلاب فهذا يزيد من ماذا هذا يزيد من طبعا سوف يؤدي إلى نقصان المقاومة المكافئة لأن كما ذكرنا مقدار المقاومة المكافئة أقل من أي من المقاومات في دائرة التوازي فإذا زدنا المقاومات هذا يقلل من المقاومة المكافئة ويزيد من التيار فإذن الإجابة الصحيحة هي ماذا هي جميع ما ذكر التيار المار في جميع المقاومات المتصلة على التوازي هل يساوي أكبر من أو أصغر من التيار المار في المقاومات المكافئة ذكرنا أن التيار يتفرع لكل فرع من أو لكل مقاومة من المقاومات المتصلة على التوازي فقلنا أن التيار المار هنا مساوي للتيار الكلي في جميع هذه المقاومات فالإجابة الصحيحة هي الاختيار الأول إذن يساوي التيار المار في المقاومات المكافئة هذه مقارنة سريعة ما بين دائرة التوالي والتوازي من ناحية التيار الكهربائي الجهد المقاومة شدة الإضاءة إذا كانت هذه المقاومات عبارة عن مصابيح تلف أحد المقاومات ماذا يؤثر في هذه الدائرة والاستخدام فنجد أن التيار متساوي كما قلنا التيار هنا عند أي نقطة من النقاط متساوي بينما هنا يتجزأ التيار فإذن التيار متساوي هنا يتجزأ التيار الجهد كما قلنا الجهد هنا يتوازع على هذه المقاومات بناء على مقدار المقاومة أما في هذه الدائرة فيكون متساوي أما بالنسبة للمقاومات هنا نجد أن المقاومة المكافئة سوف تكون أكبر من أي من هذه المقاومات لأننا نقوم بجمعها جمعا عاديا أما بالنسبة للمقاومة المكافئة هنا وهذا استنتجناه أيضا من خلال المسألة أن المقاومة المكافئة سوف تكون أقل من أي من هذه المقاومات المجموعة أو الموصلة على التوازي وهذا طبعاً مقدار المقاومة سوف يؤثر في شدة التيار المار في هذه الدائرة فهنا نلاحظ أن المقاومة زادت وهذا يقلل من مرور التيار فيجعل المصابيح إضاءتها الضعيفة بالنسبة لدائرة أو لمصابيح موصلة على التوازي بينما بالنسبة لدائرة موصلة على التوازي سوف تكون شدة الإضاءة أكبر أيضاً الأمر الآخر تلف أحد هذه المصابيح أو أحد هذه المقاومات هنا لن يمر التيار الكهربائي لأنه يمر في مسار واحد بينما هنا سوف يتوزى ولن يؤثر تلف أحد هذه المصابيح أو هذه المقاومات من الاستخدامات كما ذكرنا دائرة التوالي لها استخدام في مجزء الجهد من أجل الحصول على جهد أقل من مصدر معين أيضاً دائرة التوازي من استخداماتها التوصيل في المنازل أو الأجهزة الكهربائية في المنازل توصل بطريقة التوازي إذن هذه مقارنة أعزائي الطلاب سريعة ما بين دائرة التوالي والتوازي إذن بهذا أعزائي الطلاب وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم الذي كان استكمالاً درسنا بالأمس في الحديث عن أنواع الدوائر تحدثنا بالأمس عن دائرة التوالي اليوم تحدثنا عن دائرة التوازي وعرفناها وهي الدائرة التي تحتوي على عدة مسارات متعددة يتوزع فيها التيار الكهربائي ويتجزى ويكون المجموع الكل للتيار في الدائرة يساوي مجموع التيارات المارة في هذه المسارات أو هذه المقاومات المقاومة المكافئة ذكرنا أنها جمعناها بطريقة مختلفة عما جمعناه في طريقة التوالي ويكون المقاومة المكافئة أقل من أي من هذه المقاومات المكونة أو المكونة لدائرة التوازي تحدثنا عن ثبات الجهد الكهربائي في دائرة التوازي إذن هنا وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم أشكركم على حسن المتابعة نلتقي بإذن الله في دروس قادمة إلى ذلكم الملتقى دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته